أصدر المجلس الجماعي للحسيمة قرار يقضي بمنع احتلال ملك العام في الشواطئ لاستغلالها في عملية كراء المضلات الشمسية والكراسي والطاولات وأوضح بلاغ للمجلس الجماعي للحسيمة بأنه يمنع منعاً كلياً احتلال ملك العمومي في شواطئ جماعة الحسيمة بالمضلات والكراسي والطاولات لإغراض تجاري كما يمنع أيضاً حجز مساحات في الشاطئ لنفس الأغراض ويأتي قرار المجلس الجماعي للحسيمة عقب تنامي ظاهرة احتلال ملك العام بشواطئ المنطقة بالتزام مع موسم الصيف الذي يشهد توافد وإقبال كبير للمصطفين وهذه تعتبر بادرة قوية نتمنى في جميع الشواطئ ترجمة نانسي قنقر